اشتركوا في القناة بالبركاته الله متابعينا كرام في أهم العناوين دي الأخبار اللي اختارينا المتابعين اليوم وأولوها قد نبدأوا بأول تعليق رسمي من الجزائر من بعد الاستبعاد ديالها والخسارة الكبيرة لانضمام ديالها العضويات البريكس أما في الخبر الموالي فقد نشوفه أشجال وزير الخارجية الروسي على رفض العضوية منتع الدول ومنها الجزائر لانضمام المجموعات بريكس وكيفاش تحدث على هذا الموضوع مهم جدا أما في الخبر الموالي سنبقى كذلك مع وزير الخارجية الروسي وهذه المرة هذه وزير الخارجية الروسي لفروف كيبعت رسائل مهمة جدا للدول الأفريقية وكنقول بأن من بينها المغرب علاش هذه الرسائل هذه تحديدا للانضمام أو للعضوية الدائمة داخل مجلس الأمن وتحدث على ألمانيا واليابان وقال بأنهم مغي يضيفوا حتى شي حاجة بل هذه المرة ستكون عضوية لبعض الدول الأفريقية لكي تمثلوا قارة الصمرة أما في الخبر الأخير متابعنا الكرام من بعد ما المملكة المغربية حركت قرار يعني ضد أو من أجل حذر حرق القرآن في الدول ديال العالم ككل فكنشوفو وزير العدل الطنماركي كيتفاعل مع هذا القرار وكيعلن على عزم البلاد ديالو حذر حرق القرآن دعوة بركة الله وبأول خبر أول شيء تعليق ديال الجزائر على الخسارة ديالها أو الاستبعاد ديالها من العضوية ديال البريكس كنا كنتظروا أمس يعني نشوفو أن الجزائر كتعلق على هذا الموضوع هذا ولا كتقول شي تصريح على هذا الموضوع هذا فصراحة كانت منى أن هذا الضربة هذي اللي جات للقادة العسكر الجزائري أنها تفيقهم من السوبات ديالهم من الحلم اللي كانوا يحلموه والمعادات ديال الدول الجارة ديالهم مثل المملكة المغربية فهنا بنت الحقيقة أو هذه المرئات اللي توضعات أمام نظام العسكر باش يعرف الحقيقة والواقع فرغم السفريات والعنتريات ديال الرئيس الجزائري من دهاب لروسيا والسقواء على المملكة المغربية إلى الصين إلى كل الدول يعني والصداقة العميقة اللي كتربط الجزائر بجنوب إفريقيا هذا الشي هذا كامل ما قدرش يحقق الرغبة ديال الجزائر في الانضمام لمجموعة البريكس والبارح طبيعة الحال كانت نكسة من النكاسات الكبيرة فكانتمنى وهذه الصدمة هذي تفيقهم من السوبة ديالهم فنشوف أحد الوزراء ذيالهم في أول تفاعل رسمي للجزائر مع هذا القرار هذا أشغال في أول تفاعل رسمي لها مع قرار استبعادها من عضوية المجموعة أعلنت الجزائر أنها أخذت علما بقرار قمة بريكس هذه كلمة اللي كتستعملها الدبلوماسية المغربية وفاش الدبلوماسية المغربية ما كيعجبهاش قرار كتقول هالكلمة هذه وغل نذكركم تحديدا فوقاش الدبلوماسية المغربية قالت بأنها أخذت علما بقرار تحديدا محكمة العدل الأوروبية نهار تحدثات على رفض الاتفاقية دي الصيد البحري والزراعة ما بين الاتحاد الأوروبي وما بين المملكة المغربية فهنا كنشوف أن حتى الكلمات والألفاظ اللي كتستعملها المملكة المغربية يتم نقلها حتى في النكاسات ديالجزائر المشيغي في الأفراح تفن نكاسات ديالجزائر كي تم نقل الكلمات اللي كتعبر بها الدبلوماسية المغربية بالقرار قمة بريكس قبول عضوية ست دول جديدة من المجموعة ليست من ضمنهم مؤكدة أن إمكانيتها ومكانتها وموقعها الجغرافي تخلق فرصا للتعاون والشراكة جاء ذلك على لسان وزير المالية الجزائري العزيز فيد خلال كلمة ألقاها باسم الرئيس عبد المجيد تبون في ختام أشغال قمة البريكس التي احتضنتها جنوب إفريقيا بين 22-24 وغشة الجاري وأفاذ المسؤول الجزائري بأن بلاده تقدمت بترشحها للانضمام إلى المجموعة من منطلق إدراكها أن خيار التحالف والتكتل هو خيار سيادي واستراتيجي وتنموي من شأنه أن يشكل لبنة تضاف لأطر التعاون والشراك القائمة مع مكونات المجتمع الدولي الأخرى وأضافة لقد أخذت بلادي علما بالقرار الذي أعلن عنه قادة مجموعة البريكس والقاضي بدعوة ست دول جديدة لعضوية المجموعة وفتح المجال في المستقبل القريب لدول أخرى فهنا صراحة كان نحس بخيبة أمل كبيرة بالنسبة للجزائر كانت عندها رغبة ملحة فالانضمام للمجموعات البريكس حنا ما جيناش هنا باش نشمتوا تفشي حد لكن جينا باش نفيقوا نظام العسكر على الكلام اللي كنا كانت تحدثوا عليه مراراً وتكراراً ونقول لكم أن المستوى الاقتصادي دي البلد دي لكم غير يعني كافي باش يمكنه ينضم لهذا المجموعة هذه ولا لهذا التكتل هذا فالطموح ما كيكونش بالعنتاريات الطموح كيكون بالعمل كيكون بالجدية كيكون بالصدق كيكون ما كيكونش بالنفاق للشخص مع نفسه يعني الجزائر وقادة العسكر الجزائريون يحاولون يعني عكس صورة مخالفة على الواقع اللي كتعيش فيه البلد فهنا كون كانوا صراحة مع نفسهم على الأقل ما كانوش غير يحرجوا نفسهم بالطلب بتقديم الطلب للانضمام المجموعة البريكس اللي كانت خيبة أمل ونكسة يعني واضحة فهنا هاد النكسة هدي غادي تأثر على الدولة الجزائرية أكثر فأكثر حتى يعني القيمة على المستوى على المنتظم الدولي غادي تخسرها الجزائر فهنا كانت نشوف الجزائر ضحات بالغالي والنفيس من أجل الانضمام في مجموعة البريكس وتقربت من روسيا ولدرجة أن رئيس الجزائر في الصفر دياله الروسيا صرح بواحد تصريح خطير اللي يخلق له مشاكل مع الدول الغربية وأولها هو ألمانيا ألمانيا اللي حضرت بيع الأسلحة للجزائر فاللحظة هاتش هذا كامل كان رغبة في الانضمام من مجموعة البريكس وكانت خيبة الأمل فباش يمشي الرئيس الجزائري الروسيا ويقول أنه يدعم روسيا في حربها على أوكرانيا كأنك تتحدى العالم كأنك تتحدى العالم ووقفتي في وجه العالم في واحد الموضوع اللي هو خطير جدا من أجل ماذا؟ من أجل المضمام للمجموعة البريكس ها أنت خرجتي خالي الوفاظ من هذا الغرض هذا وما تقدرش هذا الغرض هذا فهذا بالطموح للجزائر وفي المستقبل أنها ضمن كرسي لكن إلا بغت الجزائر ضمن كرسي فهذا المتقتل عليها بالعمل رتشي حاجة ما كتجي من فراغ فعلا لا ينالو العلامة اللي لم يركبه الخطرة ولكن تركب الخطر بدرجة أنك تغامر بالمستقبل للجزائر ككل وتعكس المنتظم الدولي من أجل الانضمام للمجموعة البريكس فهذا الخطر هذا كان خاطئ من الأول والقرارات كلها اللي اتخذت كانت خاطئة والفشل كان حليف الجزائر لا هي دخلت لمجموعة البريكس لا هي بقات في علاقات جيدة مع الولايات المتعدة الأمريكية والغرب ودول الغرب والجيران ديالها اللي هم الأوروبيون وهنا قد ندوزون الخبر الموالي وقد نتحدثون على الكلام اللي صرحت به روسيا ولا اللي صرح به الرئيس الروسي لافروف مباشرة من بعد قبول الدول اللي قبلتها في العضوية ورسالة مهمة لهذه الدول اللي بينهم الجزائر اللي كان عندها طموح تنضم المجموعة البريكس فهذا كان اعتبروه تقزيم تقزيم لمن يسمي نفسه بالقوة الضريبة يعني هذه القوة الضريبة اللي كانت تسمي نفسها قوة ضريبة هاي هم من أقرب المقربين اللي كانت تستقوى بهم على المملكة المغربية اللي هي روسيا اي جات روسيا وقامت بتقزيمها ونشوفه أشقال وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف وصرح بأن المعايير التي أخذت في الاعتبار لدى مناقشة توسيع مجموعة بريكس كانت تشمل وزن وهيبة الدولة ومواقفها في الساحة الدولية هنا أرى صراحة نحللها ثلاثة ديال الكلمات ثلاثة ديال الكلمات كانت قاسية على نظام العسكر قالك بأن تم أخذ في الاعتبار لدى مناقشة توسيع مجموعة البريكس الدول اللي ستنضم أن يكون عندها وزن وهيبة ومواقف في الساحة الدولية مواقف اللي كتفتقرهم الجزائر في الساحة الدولية أعطيوني ولو موقف واحد كان عند جزائر في الساحة الدولية مؤخراً للمغرب كانت عنده مواقف مثلاً حين حرق النسخ ديال القرآن ووصل لمجلس الأمن أنه يصوت على قرار لاقترحاته المملكة المغربية ونحن نتحدث عليه في الخبر الأخير لدنمارك اعتمدت القرار هذاك وطاعت لهذه القرارات ديال المنتظم الدولي فأش من مواقف عند جزائر؟ نمشون بحثوا في المواقف أش من مواقف درتم الجزائر؟ الميلف ديال ليبيا اللي هي الجارة ديال الجزائر حلته المملكة المغربية الميلف ديال فلسطين المملكة المغربية عندها اقتراحات مهمة جداً الموضوع ديال فلسطين المملكة المغربية حلت معبر معبر اللي كان مسدود ما بين الأردن وما بين فلسطين واللي كان يعني مهم واللي هو مهم وكيشكله أحد أهمية كبيرة بالنسبة للفلسطينيون بزاف ديال المواقف عند المملكة المغربية على المستوى الدولي كيعطيها الريادة الإقليمية عدة أمور للمملكة المغربية ندمجت فيها بجدية لا في الميل في الليبي لا في الميل في الفلسطيني لا حتى في الأزمة الأوكرانية الروسية وكانت قرارات عند المملكة المغربية اللي كانت عندها جرأة وكانت خلاتي يعني التوازن تبقى ماسك العاصة من الوسط فهذه صراحة هذا التصريح يشكل نقصه بالنسبة لنظام العسكر ونظام العسكر يجب أن يعيد النظر في التعامل مع الدول لأنه يجب أن تكون هذه الدرجة متاحة لأن الدول لا تأخذ لك اعتبار الرغبة لانضمام في المجموعات البريكس لا تأخذ الاعتبار لا 13 مليار دولار الأسلحة التي تشارعت من روسيا لا الأسلحة والاتفاقيات التي كانت مع الصين لا الغاز الذي يهذى لجنوب إفريقيا يعني مجانا للدولارات التي تعطيت لجنوب إفريقيا يعني لإسم الملعب التي تسمى بإسم مونديلا هذا التحركات كاملة التي كانت تتحركها الجزائر كانت تتحركها من أجل غرض الانضمام من مجموعة البريكس لكن مجموعة تدفع للمصالح لها المصالح لها ليس مصالح الأشخاص في الجزائر واللي فات ذلك الطريقة دفع الدولارات من أجل كراسي دفع الدولارات من أجل القرارات إعطاء الهذاية من أجل القرارات لكن العالم سيكون تغير وقلناها مرارا وتكرارا الأمور لم يبقى تتقاس بالهذاية أو تتقاس بالمواقف ديال الدول بالإضافات التي تضيفها الدول بالديبلوماسية بعدة أمور وقال لفروف خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة البريكس في جنوب إفريقيا النقاشات حول توسيع البريكس كانت مكثفة ولم تخل من مشاكل تخلو لكن الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال موقفها على الساحة الدولية لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة هذه كلمات كنظن أنها قاسحة بزاف على الجزائر وكنتمنى هذه الصفعة اللي جات للنظام العسكر تفيقون من السوباز دياله تفيقون من السوباز دياله العميق اللي كان من غمس فيه باش يعرف الحقيقة والواقع أنه أن الجزائر ليست بالقوة العظمى التي يتغنى بها يعني حكام الجزائر القوة العظمى أول شيء باش تكون قوة عظمى خاصة توفر الرفاهية للشعب ديالها بعد باش تقول أنا قوة عظمى مش تشري يعني الخرضة ديال الاتحاد السوفيتي اللي ما عندها شهت الدخيرة الحية ديالها ويجي تقولك أنا قوة عظمى ونقدر يعني نؤثر على القرارات الدولية ونقدر نضم البريكس وندير اللي بغيت القوة العظمى ما كتكونش بها الطريقة هذي قوة العظمى كتبنا أول شيء بضمان الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين عاد كتجي القوة العظمى عادك سعى نشوف القوة العظمى ونشوفوا الأسلحة ونشوفوا شنو عندها محد المواطن ما كيتوفرش على أبسط حقوق العيش وظروف العيش محد البنى التحتية غير متوفرة مجرد يعني كنمشيوا الباطل للأرض باش نطلعوا التقل أحفورية ونصفتوها للدول ديال الجوار ونبيعوها باش نعودوا ذلك الفلوس هذيك نستمروا بها أسليحة مش نستمروا بها البنية التحتية ديال البلاد ولا تشي حاجة هنا ما كنا ندروش على قوة عظمى أنا كنا ندرو على قوة مهووسة بفرض السيطرة رضيالها على الدول المجاورة وما غادي تمشي حتى لشي برأسا ندوزوا الخبر الموالي وهنا غا نتحدثوا على روسيا وغا نبقوا مع وزير الخارجي الروسي صراحة هذا الخبر هذا عنده إشارات إيجابية جدا للمملكة المغربية هنعرفين بأن المغرب عنده رغبة لما هو أكثر من البريكس تحالفات جديدة يعني الحفاظ على الموازنة في العلاقات مع الدول عنده علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات متميزة مع الصين علاقات جيدة مع روسيا فشكل اللي غادي عرض الدخول دي المملكة المغربية لمجلس الأمن فرنسا ما تقدرش كنقولها لكم متابعين الكيرام فرنسا ما تقدرش تعرض لانضمام دي المملكة المغربية والعضوية الدائمة دي المملكة المغربية لمجلس الأمن الكلام اللي قالوا يعني التصريح اللي صرح به وزير الخارجية الروسي هو من واحد منطلق تصريح منطقي تصريح منطقي ولكننا كنشوفوا شكون هي الدول الرائدة على المستوى الإفريقي نشوفوا أولا تصريح دي السيد لافروف واللي حدد موقف روسيا من حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة بمجلس الأمن والقال بعض الكلمات اللي هي تعتبر كلمات مهمة وزير الخارجية الروسي سيرجيل لافروف أكد أن حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي غير مطروح للتداول لأنهما لن تجلبة أي جديد إلى المناقشات هناك كيف يعمل لن تجلبة أي جديد ماذا يريد أن يبعث من خلال هذه الرسالة هذه مجلس الأمن فيه فرنسا فرنسا كينا داخل الاتحاد الأوروبي فيه روسيا روسيا في آسيا فيه فين هي إفريقيا هذا هو السؤال كي يبقى متروح واش مكينش هنا نوع من ديكتاتورية في هذا مجلس الأمن فين هي إفريقيا إفريقيا كي تحكو عليها مرة مرة بواحد الكورسي مؤقت كورسي مؤقت لي عنده حق الفيتو فش كون كي يمثل إفريقيا؟ في مجلس الأمن فش جينا نحللو الكلام دي الله فروف لقيناه منطقي خاصة تكون إفريقيا أش من معنى أننا نضيفه دولة من آسيا ودولة من أوروبا؟ أش من معنى عندها؟ ما عندها تشي معنى اللي خصو ينضاف المجلس الأمن حاليا هو ممثل عن القارة الإفريقية لأن القارات كلها عندها تمتيلية داخل مجلس الأمن كملوا أشغال لافروف وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بالطمع لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن على أساس دائم وأشار إلى أن أكثر من ثلث تكوين الحالي للمجلس يمثل دول ما يسمى بالمليار الذهبي والتماني مليارات المتبقية ممثلة تمثيلا ناقصا واعتبر لافروف أن ألمانيا واليابان لن تجلب أي شيء جديد على الإطلاق إلى المناقشات في مجلس الأمن لأنهما منفذتان مطيعتان لإدارة واشنطن تماما مثل جميع الدول الغربية الأخرى تقريبا وأعلنت المتحدثة باسم وزارة خارجية الروسية ماريا زخاروفا في وقت سابق أن روسيا تدعم الدول الأفريقية منذ سنوات للتغلب على مشكلة ضعف تمثيلها في المنظمة الدولية وشددت على أن عددا كبيرا من دول القارة الأفريقية غير ممثلة للإطلاق في المنظمات الدولية بعكس دول الاتحاد الأوروبي فهنا قد نقشوا هذا الموضوع هذا وقد نحاولوا أنا مشي يعني كنأكد المتابعين أن المغرب أو لا كنقول أن المغرب هو أكبر المرشحين للنيل يعني المقعد الدائم داخل مجلس الأمن قد ما كنشوف المنطق شنو كي يقول المنطق شنو كي يقول طبيعة الحال دولة اللي خصت نضم المجلس الأمن خصت تكون دولة اللي عندها دبلوماسية قوية واللي قدرت تحافظ على التوازنات علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات جيدة مع روسيا علاقات جيدة مع الصين فاعلة في المنطقة ديالها قوة إقليمية وعندها يعني الصوت مسموع في المنتظم الدولي فهذه المقويمات هذه كاملة كنشوفها في المملكة المغربية وروسيا اللي حاليا عندها علاقات اقتصادية مهمة مصالح مهمة مع المملكة المغربية أولوها اليورانيوم والشركة اللي بغا تشتغل في المملكة المغربية وتقدم واحد المحطة ديال الطاقة النووية في المملكة المغربية اللي غادي تكون الأساس ديال تحليج ماء البحر هاتش هذا كامل كنشوفو أن روسيا صعيب ترفض الطلب ديال المملكة المغربية في من وجهة أخرى كنشوفو الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا وخا ما تبغيش المغرب يكون قوة إقليمية وعارفينها ما تبغيش المغرب ما تبغيش المغرب يكون عنده داك المقعد داخل المجلس الأمن لكن ما تبغيش تقدر ترفض الرغبة إلا كانت الرغبة روسية ورغبة من جهة أخرى أمريكية صعيب على فرنسا باش ترفض فهنا الرسالة كنظن أنها واضحة وكنتمنى أن المغرب يشتغل أكتر على هذا الموضوع لأننا ما كنا نضروش على المستقبل القريب بل كنا نضروع على المستقبل يعني اللي جاي إن شاء الله بإذن الله وهنا خير دليل هو الخبر اللي قندوزن تحدثو عليه كيم ما عرفته المملكة المغربية باش تعرفوها دولة عندها قرارات وعندها سيادة والقرارات ديلها يعني تؤخذ بعين الاعتبار هو القرار ديل ديل حظر يعني حرق القرآن داخل المجلس الأمن واللي يطبق من بعد ما شفنا واحد ضجة واحد البروبغاندا اللي انتشرات في الدول إسكندنافية منها سويد دانمارك تال يعني هولندا عدة دول أوروبية اللي شفنا يعني القضية ديل حرق القرآن حرق المصحف الكريم بدأت كتنتشر بواحد شكل كبير فالمغرب قدمت يعني واحد المقترح اللي تم تصويت عليه داخل المجلس الأمن بإجماع وها هي الدانمارك كتعلن على أن ومن خلال وزير العدل ديلها كتعلن على أن البلاد عازمة على حظر حرق القرآن وهذا الأمر هذا لولينا كلاحظه بزاف في الأوين الأخيرة أعلن وزير العدل دانماركي بيتر هوملغارد اليوم جمعة عزمة بلادي حظر حرق القرآن بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الإسكندنافية وقال وزير العدل للصحفيين أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير لائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني مشينا إلى أن التشريع سيهدف بشكل خاص عمليات سيستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة ووصف الوزير حرق المصحف بأنه في الأساس ينوم في الأساس عن الإزدلاء وعدم التعاطف ويسيء إلى الدانمارك ويضر بمصالحها وأضاف هذا في الصميم ما نقوم به ودافع عنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة الرضوض فعل عنيفة ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو توراة أو الرموز الدينية مثل الصليب على أن يعاقب يعاقب الجانب بغرامة وبالسجن مدة عامين وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية ما أثر رضوض فعل غاضبة إضافة إلى استدعاءات رسمية لديبلوماسي الدولتين في أكثر من بلد عربي وفي 26 يوليوز الماضي تبنت الأمم المتحدة قرار بتوافق الأراء ساغته المملكة المغربية هذا الخبر منشور في وسيلة إعلام روسية وهي روسيا اليوم بالعربية وذكرات القرار للمملكة المغربية هي اللي تقدمت به وتم تصويت عليه فهي الدنمارك قد تطبق هذا القرار هذا وهنا صراحة قد نتسألوا مع القوة الضاربة قد نتسألوا مع كل من يدافع الإسلام والمسلمين واش كانت عندهم شي مبادرة باش يدفعوا على المصحف شريف واش كانت عندهم شي مبادرة واش سحبوا السفراء ذي لهم من السويد مجرد سؤال كنضرحوه على هالدول اللي كتدعي انها كتدفع على المسلمين واش كانت عندها شي قرارات رائدة مثل القرار اللي تم تصويت عليه في مجلس الأمن يوم 12 يونيو من السنة الجارية هنا مجرد سؤال اعتدر يوم 26 يوليوز يوم 26 يوليوز الماضي اللي تبنته الأمم المتحدة بتوافق الآراء وهذا هو القرار الذي صاغته المملكة المغربية داخل الأمم المتحدة مجرد سؤال كنترحوه وهذا القرار هذا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي للقانون الدولي هذا الكلام هذا تنشر وسائل إعلام روسية بالعربية وبالروسية وبالفرنسية وبعدة لغات فهنا كما قلت لكم ما كان ستبعدش أن المملكة المغربية في المستقبل إن شاء الله بإذن الله يكون عندها كرسي دائم داخل مجلس الأمن وكما قلنا لكم المغرب ما أعملو كان في باله الانديمام البريكس هي مجرد يعني واحد طريقة باش يخبعوا على خيبة الأمل ديالهم كذلك استدعاء زعيم ميليشيات بوليزاريو لهذه القمة هذه ما أصفر عنه هو إهانة عظمى للجزائر اللي مشات بالجار والمجرور كيف ما كان قلوه قاعد الدول مشات بوفد واحد جزائر مشات بوفدين ورغم يعني ذهابها بوفدين بالجار والمجرور إلا أخذت الرفض من المجموعة وكذلك منبطوش تم منعه من أخذ الصور ومن دخول لأي اجتماع رسمي ذيال تكتل فسبح الله العظيم الإهانة ثم الإهانة ثم الإهانة هذه الأخبار لدينا اليوم متعوين الكرام جمعة ومباركة لجميع مرة أخرى ونشوفكم إن شاء الله فيديو أخر ومضوع أخر تكونوا دائما في أحسن الأحوال كنتم في رعاية الله والسلام عليكم